هل يحرم أن يرضع مسلم من كافرة وهل يكون كافرا لو رضع منها الإنسان قبل البلوغ تابع في الدين لأشرف الأبوين دينا فإن كان أبوه مسلما وأمه يهودية أو نصرانية فهو مسلم وإن كان أبوه مجوثيا وأمه يهودية أو نصرانية فهو يهودي أو نصراني تبعا لأمه لأن دينها أشرف من دين أبيه فإذا بلغ الصبي صار مكلفا وجرى عليه هذا الحكم الذي كان عليه فإذا تحول عنه صار مرتدا وكل ذلك في الأبوة والأمومة النسبية أما الأبوة أو الأمومة بسبب الرضاع وإن كانت لها أحكام في الزواج وما يتصل به فلا ينسحب حكمها على الرضيع من جهة الدين ولا يحرم أن يرضع طفل مسلم من غير مسلمة لعدل وجود دليل على التحرير وبخاصة إذا لم يوجد غيرها وإذا رضع بقي على دينه مسلمة ولو رضع طفل مسيحي أو يهودي من مسلمة بقي على دين اليهودية أو النصراني وعليه فالرضيع المسلم من أمرأة يهودية أو نصرانية يحرم عليه أن يتزوج ممن أرضعته بأنها أمه في الرضاع والزواج منها محرب ويجوز له لمسها والجنوس معها في خلوة والنظر إلى غير ما بين السرة والرقبة كأنها أمه النسبية في هذه الآن أما دينه فلا يتأثر بهذا الرضاع والله أعلم